المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية ستيفن ديمستورا حل الأربعاء بالمغرب محملا بمهمة ثقيلة تتمثل في إيجاد حل لملف قضية الصحراء الغربية المحتلة المجمد لسنوات وقالت مصادر أممية إن أولوية ديمستورا إعادة بعث المفاوضات بين أطراف الملف المغرب وجبهة البوليزاريو من الجانب المغربي بطبيعة الحالة ليس هناك تعاطي كبير مع زيارة ديمستورا لها الرباط وهذا يدل على أنه ليست هناك صورة واضحة لدى الرباط حول برنامج ديمستورا المستقبلي للتعاطي مع ملف الصحراء الغربية مقابل ذلك يرى متتبعون للشأن الصحراوي أن الزيارة إلى المنطقة الأولى من نوعها للمبعوث الأممي المعين منتصف العام الماضي لن تحمل جديدا أمام تعانوتي الطرف المغربي وتواطؤ قوى عضو في مجلسه الأمن لا يمكن انتظار الشيء الكثير من مهمة ديمستورا بشكل عام ما دامت المجلس الأمن لم يمنحه تفويضا واضحا ذات قوة إلزامية الحين بقي دوره كما سبقوه من المبعوثين والذين نعرف جيدا كيف تعرق الرباط مهام كل مبعوث جديد لإنهاء تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية زيارة ديمستورا إضافة إلى المغرب التي تكتمت عن الموضوع بشكل كبير ستشمل أيضا الأراضي المحتلة والأراضي المحررة بالصحراء الغربية يلتقي خلالها بالسلطات الصحراوية كما سيزور كل من الجزائر وموريطانيا بصفتهما طرفين ملاحظين في القضية اشتركوا في القناة